نجمنا محمد صلاح الحقيقة نجمنا محمد صلاح الأخبار الأخيرة في الساعات الأخيرة إن محمد صلاح بقى حديث العالم كالعادة نجمنا طبعاً الكبير محمد صلاح تلقى عرض مغري جداً جداً من نادي اتحاد جدى السعود عايز يحصل على خدمات محمد صلاح بمقابل 180 مليون يورو في سنتين يعني تقريباً في السنة 90 مليون يورو ده طبعاً كان قدم كمان 60 مليون جنيس ترليني لاستغناء أو شراء عقد الكابتن الكبير كابتننا محمد صلاح الحقيقة محمد صلاح هيكون لنا كلام مع مونير على محمد صلاح لكن في الوقت نفسه زي ما أقول لها حضراتكم عقد محمد صلاح دلوقتي تقريباً في الأسبوع بياخد 400 ألف يورو يعني في السنة كلها بياخد حوالي 20 مليون يورو فارق كبير جداً وجاب كبير جداً وإغراء كبير جداً جداً لمحمد صلاح للانتقال إلى الدور السعودي لكن يمكن مدير أعماله طلع بتويتا في النهاردة ورد على كل التساؤلات دي وقال إن صلاح يعني ما بيفكرش في هذا العرض وإن محمد صلاح يعني ملتزم بعقده مع الليفر بول ويعني قال لو ما كناش هنقعد في الليفر بول ما كناش جددنا كمان التعاقد مع الليفر بول السنة اللي فاتت فالحقيقة محمد صلاح زي ما بقول لحضراتكم عقلية مختلفة شوية عقلية احترافية بشكل كبير جداً وهو عنده البلان بتاعه يعني أكيد محمد صلاح عنده البلان بتاعه ما فيش شك إن الفلوس مهمة ما فيش شك طبعاً وخاصة الأرقام اللي بتتعرض على النجوم الكبار شفنا رونالدو شفنا نجوم كبار جداً في الدور السعودي شفنا أخيراً طبعاً صديمانيه وانتقاله إلى نادي الاتحاق جدة أو المصر السعودي آسف فالعملية بتبقى فيها عملية تفكير هل ده الوقت المناسب محمد صلاح عنده بلان عنده مشروع لسه بيكمله مع الليفر بول وبالتالي العرض اترفض من محمد صلاح